أهم حاجة بالنسبة لي هي حالة ابننا ونجمنا ولعبنا أحمد رفعت تفضلوا بقى تستنتجوا كده كل شوية في دماغكم أنا قصدي إيه أنا برمي إيه القصة والحدوتة الشكلية عامل إزاي مش عشان حالة أحمد رفعت بتكلم بشكل عام يعني من سلطان زمانه لوقف البرنامج ماذا يحدث لشبير في عشرين أربعة وعشرين دقا هلزت أرجاء الوسط الرياضي والأعلام المصري أحمد شبير نجم الكرة المصرية السابق بيواجه أزمة جديدة بتهدد مسيرته المهنية اتهمات خطيرة وإقاف البرنامج وتحقيقات قضائية يطرق اللي بيحصل وقال هيرجع شبير لمنصبه وقال لها تغيب نجمته للأبد من وقت وفاة اللاعب أحمد رفعت والدنيا قامت ما قاعدتش وأسماء ناس تهيل قوي كانت متهمة بوفاته ولكن كان الأبرز أحمد شبير وخصوصا لأنه كان نائب مدير النادي وقتها وكان طول الوقت بيهاجم أحمد رفعت وبيحاول شبير يبعد عنه أي تهمة ويتكلم عن أنه بريء لكن كان فيه ستة تصريحات كانت سبب رئيسي في أزمة أحمد شبير مع أون تايم سبورت وممكن تكون زلة لسان حصلت من شبير كانت أعتراف لدنفسه وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية إنهاء التعاقد مع الإعلامي أحمد شبير مقدم برنامج مالعب أون تايم واللي بيتزايع على قناة أون تايم سبورتس وأكدت الشركة المتحدة إن قرار إنهاء العقد مع أحمد شبير كان بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسة المحتوى الخاصة بالشركة وإن أمر غير مقبول بالمرة والشركة المتحدة بتضع احترام للرأي العام المصري في مؤدمة أولوياتها وأكد مجلس إدارة الشركة أن الفوضى في طاع الإعلام الرياضي بتستلزم وجه حسمة وده حرصة على حق المواطن المصري في إعلام رياضي بيحترم الحقيقة وأطلق أحمد شبير بعض التصريحات في الأيام اللي فاتت سواء من خلال قناة أون تايم سبورت أو من إزاعة أون تايم سبورت FM واللي تسببت فرحيره من قنوات أون تايم سبورت وقال شو بيقر في برنامجه بالتلفزيون والإزاعة عن بعد التفاصيل الشخصية واللي كانت أبرزة الاتهامات اللي توجهت له في أزمة أحمد رفعت أما تصريحات أحمد شبير فهي أنه مستمر في موضوع الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت وقال أول مرة هتكلم بشكل شخصي لإني بقاية 48 ساعة أو أكتر عمال أسمع وشوف تعليقات وكلام كتير إني من المتسببين في أزمة أحمد رفعت وأنا كأحمد شبير بطالب يا جماعة افتحوا تحقيق وشوفوا القصة أحمد رفعت لو لي حق هيغضوا حقه يرجع ده طبيعي جدا عيب الناس تترمي بالباطل وإذا كان حد غلطان يتحاكم ويتحاسد وقال شبير كل اللي تكلم في حقي مش قدامي غير القضاء المصر العادل وهو الفيصل بينه بينهم لأنه ممكن تكون مزيع بتعرف تتكلل كويس وصفحات عاوزة تتحك عن ناس وبينه ضمير لا هدف معين وأنا قدامي دلوقتي حكتين الحاجة الأولى قضاء مصر العادل لكن كلنا لازم نقف أمامه والمخطئ ياخد عقابه الحاجة التانية العبر الشهيرة وعند الله تجتمع الخصوم لإني الحمد لله الحقيقة ظهرت وبان جدا جدا قدام الناس إيه اللي حصل عايز أوجه نصيحة أي حد متضرر من أي حاجة عنددها في مصر قضاء قضاء مصر العادل المحترم للشاشة مجالة انك تتكلم وتحكي عندك السوشال ميديا الخاصة بيك اتكلم فيها زي ما انت عايز إنما الشاشة ملك المشاهد عندك قضاء ومباحث انترنت عندك وسائل كتير جدا لو شعرت بالظلم وليك حق أعايز تخده تتقدم ببلاغ في ملاحس الانترنت وده الأسلوب الصح ما تدخلش نفسك في متاهات مش هتكسب حاجة في الآخر ليك حق هتاخده ولو عليك حق هيتاخد منك وطلب شبير من الدكتور أشرف صبحي وقال له لو سمحت كل الناس أي حد جات سيرته في الموضوع ده يتم التحقيق معاه أي حد تقال الحرف الأولاني من اسمه سواء عندك أو أمام القضاء أرجو يتم الأمر بسرعة جدا والتصريحات دي كانت معه ودده شبير نفسه لأنه برغم أنه كان بيقول كلام كان بيرجع ويقول عكسه وكان بيحاول طول الوقت أنه يدافع عن نفسه ويكشف قد إيه هو ملوش علاقة بالموضوع وبيأكد طول الوقت أنه ملوش دعوة بأنه حصل للراحل أحمد رفعت وده في الوقت اللي كان شبير فيه نائب رئيس نادي فيوتشر وقال أنه عنده أي إثبات يخرجه بس أنا أخذ حق كامل بالقانون وأكد شبير في برنامج وقتها أنه مستمر في موضوع الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت وأول مرة يتكلم بشكل شخصي لأنه بقالي 48 ساعة أو أكتر عمال أسمع وأشوف تعليقات وكلام كتير أنه من المتسببين في أزمة أحمد رفعت وقال أنا بس عاوز حاجة أنا متاهم بها علشان أطلع دافع عن نفسي لأن كل الحاجات اللي بتتقال من أولها لأخر بجمعها كلها الحاجات مهمة طبعا وهتاخد كل الإجراءات القانونية لأن دا حقي بس يا ترى هل أحمد شبير هيرجع ويتربع على عرش النجوم الرياضة في مصر ولا لأ قلنا انت شايف هل سعلا هو متاهم ولا بريء وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وكومنت وسبسكريب وتقل لنا إيه رأيك في القضية دي وما تنساش تدعى بالرحمة للراحل أحمد رفعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر